أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة مساء اليوم بين منتخبنا الوطني ونظره البحرية نظرا لتقلبات الأحوال الجوية في البلاد وقال اتحاد الكرة أن إلغاء المباراة يأتي حرصا على سلامة الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكان مقررا أن يلتقي المنتخبان الشقيقان وديا ضمن فترة التوقف الدولية بهدف إعداد اللاعبين فنيا وبدنيا للاستحقاقات المقبلة